اخبارها كلها عندنا في الابداع. فيديوهات كتير اخترت مكتبعها للمصري وابتدت انها تعكس صورة غير سوية لاخلاق فتاة المال المصري. خلينا اقول لكل الناس اللي بتشوفني دلوقتي ان مش هو ده ابدا اخلاق شبابنا المصري ومالاتنا للاخص. خلينا نقول ان فيه طرق تاني ممكن استخدمها بالسوشال ميديا لتحقيق الربح الماتي. النهاردة ممكن نستخدم التكنولوجيا ازاي ونكسب فلوسه هو احنا قاعدين في البيت. خلينا اقول عن طريق تاني الحاجات بشكل سريع جدا اول حاجة احنا عندنا منصة اليوتيوب لو انا عملت التشانع على اليوتيوب وبتريد ان انا اقدم محتوى هادف يهم كل البنات على اساس ان ان تقدم المحتوى دات بنت. اقدر ان انا احصد العديد من المشتركين وساعات المشاهدة التي يصر لبعلكها تفعيل الربح عن طريق اليوتيوب. ومن هنا بقى قدمت رسالة وتربحت اجر او مقابل لان هو ده اللي جاي. جانج التاني ان انا ممكن اعمل مدونة وردي بريس او عن طريق مواقع اخرى زي البلوم او غيرها من المدونات. اللي ممكن ان انا بتي انشورت بعض الانقلات اللي تفيه كل بناتنا بالمصاريح الفريدة او اللي ممكن اقتبسها من اكتر مما جاءت. وابدأ اكسب فلوس عن طريق شركة اللي ضربطها بالموقع. انا ممكن نساعدها بشكل فري خاص وشكل مجاني وننشر مجموعة من الفيديوهات اللي ازاي ممكن نسمع منها. الحاجة الثالثة ان هناك العديد من المنصات زي الفيسبوك والانستجرام وجوجل ادوارد اللي قدرت انها تخلق لنا شكل من اشكال التسويق الالكتروني ان انا ممكن اوصل للعميل او العميل يوصلي وقدم له خدمة معينة سواء كانت الخدمة دي معنوية او الخدمة دي منتج انا ممكن ابتدي ان انا اسواءه على السوشيال ميديا ومن هني بالنجاح والتوفيق. ودائما كده نشوف كل الشباب المصري في ريادة وزيادة في النجاح. بشكر هير نيوز على اتاحة الفرصة بيوه اتمنى ان انتم تتظلوا دائما منصة لا تهارة ولا ينشق لها ضبار في توعيد شبابنا المصري الفتيات والشباب. موسيقى